وصلنا هلأ لفقرة الأبراج مع ميسون صباح الخير يسعى صباحك حبيبتي كيفك حبيبتي الحمد لله أهلا وسهلا بكي وأهلا وسهلا بكل اللي هلأ انضموا لنا لمتابعة هاي الفقرة رقمنا هو 06569099 إذا حابين تتواصلوا معنا وأيضا إحنا معاكم لايف على صفحتنا عمان تيفي أوفيشل واروتانا راديو جوردن ورح نبدأ مع سحر أول تعليق عنا لليوم بدأت تعرف عن مواريد برج القوس 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 من الأبراج اللي حكينا أنه النصف الأول من الشهر في انشغال ومتابعة لمعاملات متابعة شؤون أحد أفراد الأسرة فترة كانت ضاغطة وكان عليك أنه تتحملها بالرغم من كل هاي الأمور في عندك هدف بدك توصله بالنصف الأول منتصف الشهر هي فترة عاطفية مميزة وتعتبر أيضا على المستوى العاطفي مهمة جدا للمرتبطين وغير المرتبطين للمرتبطين هي فترة كويسة للمصالحة وإنهاء بعض السلبيات ولغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب العاشر أيام الأخيرة بدك تنتبه للأمور المالية في عنا كمان ميسون عيسى عم يسأل هون عن توافق أنثى وذكر الجوزاء مع بعض مع جوزاء علاقة ممتازة جدا نعتبرها لهوائي مع هوائي نفس الصفات نفس المميزات ولكن هاي العلاقة بيكون فيها عدم جدية ببعض الأحيان سطحية ببعض الأحيان فبدنا ننتبه لهالنقطة هاي وناخذ الأمور على محمل الجدية لحتى ما نروح لمطبات احنا بغناء عنها نعم في عنا كمان فارس عم يسأل عن موليد برج الدلو شو أخبارهم بشهر 12 الدلو ممتاز جدا والسنة جاي الأمور رح تكون ممتازة جدا عند برج الدلو هذا الشهر تبدأوا بإيجابية وبدأتوا بإيجابية وكان شهر مميز جدا وحطيت حجر أساس لشيء معين حتى مش ضروري يكون مادة ومشروع وشغل ممكن حطيت حجر أساس لشيء غيرته فيك لأنه السنة جاي واعتبارا من هلأ لأنه هلأ ماضى الإشياء 20-12 بده يبدأ تدخل الكواكب عند برج الدلو تطلع من الجديد فالدلو رح يتميز بالتغيير يغير أطباعه يغير أمور سلبية موجودة فيه يعني هذه صفة التسامح الكتير قوية عنده بده يتنازل عنها يتخلى عنها بده يكون أكثر تحدي وأكثر جدي وأكثر عتاب للناس المعروف عن برج الدلو أنه يتحمل كثير وما بيحكي هذه المسألة بدها تتغير خاصة لكبار السن يعني مش رح تكون عند الشباب ولكن أكثر لأنه هم أخذوا أكثر صدمات بحياتهم فهذه المسألة رح تكون أسهل وأقوى وأسرع عند الكبار السن فمنتصف الشهر فترة ممتازة جدا لحتى قد يكون تحصل على عمل إذا كان ما عندك عمل أو توسع مشروعك الحالي أو تبدأ بمشروعك وعليك أنه تبتعد عن العصبية والتوتر وأيضا بالنسبة للعاطفة ممتازة جدا وما زالت الفرصة مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب في عنا هون كمان ميسون منال عم تسأل عن موليد برج الجدي الجدي ممكن تكون بداية الشهر كانت ضاغطة نوعا ما تزداد المسؤوليات تزداد المتابعات ممكن لقيت حالك أنك مش قادر تنظم أمورك هذا كله رح ينتهي مع منتصف الشهر أو حتى بنهاية الأسبوع الثاني منتصف الشهر رح تلاقي الدعم وترجع تنظم أمورك وترجع لطبيعتك العاطفة العشر أيام الأخيرة هي الأفضل للقرارات العاطفية وأيضا فترة كويسة لحتى تزيح عنك بعض السلبيات الموجودة بالإلاقات الهشية في عنا كمان هون محمد ميسون عم يسأل عن توقعات لموليد برج الحوت الحوت منيح كثير هذا اللي بعرفه جدا ممتاز ورح تكون السنة إلو الواحد وعشرين ولكن في شروط لكل الأبراج اللي رح يصير عندهم تحسن في شروط الآن الحوت الشروط المفروضة عليك أنك ما تتدخل بشؤون غيرك ما تكون طرف ثالث بين طرفين تنتبه للأمور المالية لأنه رح يكون عندك الأمور المالية ممتازة جدا الوضع العائلي كان بسنة الفين وعشرين ممتاز جدا رح يكون أحسن بالواحد وعشرين الناس اللي عندهم علاقات هشية من برج الحوت رح تكون عندك الفرصة مناسبة أنك تتخلص منها سلبا أو إيجابا يعني إذا انتهت العلاقة أو استمرت ولكن أنت رح تلاقي الطريق اللي ناسبك اللي ريحك برج الحوت رح يكون مرتاح جدا على كل المستويات بالواحد وعشرين بيئة إذن الله عنا يا ميسون كمان طلب من نادية عن موريد برج العذراء مش نادية الزعبي بس نادية مستمعة العذراء تبدأ الشهر بعدم أو بدأت الشهر بعدم الاستقرار الذهني وعدم القدرة على اتخاذ قرار مختلف برج العذراء كان ببداية الشهر في ناس دخلت بنقاشات عقيمة ووصينا أنه هذا الشيء بيضر مصلحتك المفروض تتخذ السكوت أو البعض دخل بمشاكل عائلية بكل الأحوال هلأ بمنتصف الشهر رح تهدأ الأمور بنهاية الأسبوع الثاني رح تهدأ الأمور منتصف الشهر بدك تدير بالك على صحتك قد تتابع حالة صحية لإلك أو لأحد أفراد الأسرة والعشر أيام الأخيرة هي الأفضل والوضع العاطفي النصف الأول هو الأفضل لذلك النصف الثاني رح تكون فترة حساسة جدا عليكم أنه تتخذوا الأمور بدبلوماسية وتستخدموا ذكائكم بالجواب وأيضا حتى تتجاوزوا الخسارة تكونوا لا أرى لا أسمع لا أتكلم أجل المواضيع للسند جايب يكون أفضل على القرارات العاطفية نعم عنا كمان هون السيل عم تسأل عن التوقعات الفلكية وبالأخص على الصعيد المادي لموليد برج العقرب العقرب ممتاز يعني العقرب بدو يكون سنته جاي سنة مالية سنة مشاريع سنة عمل سنة إنهاء مش إنهاء وإنما غربلة السنة جاي لبرج العقرب غربلة بكل شيء هو غير مجزي بحياة برج العقرب سواء كان على مستوى الشريع علاقات أي خطوات عملية مهنية كنت تتخذها وما كانت تجيب نتيجة رح تتخلى عنها غربلة كثير كبيرة بحياة برج العقرب أن منتصف هذا الشهر انتبه لصحتك وحاول ما تكون مع الناس السلبيين أو تسمع سلبيات الناس لأنه هذا رح يأثر عليك بشكل كثير كبير فترة ممتازة وأيضاً رح يكون فيها بالرغم من الغربلة ولكن بالمقابل رح يكون فيها علاقات جديد من نوعها اللي هي مجزية لحياتك الخاصة والعامة والعشر أيام الأخيرة فترة جيدة للإنجاز ولكن ما تدخل بأمور ما تخصك العاطفة ممتازة جداً على مدار الشهر للمرتبطين وغير المرتبطين عنا كمان ميسون الحمل الحمل يوم ما حكينا عن الحمل صح؟ لا الحمل أيضاً ممتاز جداً السنة الجاي على المستوى العمل والمهنة والمشاريع بدأت الشهر بإنهاء المطبات وانتهاء العقبات وبدأت بمسيرة نجاح منتصف الشهر ممكن تنكشف بعض الأوراق اللي أنت ما بدك إياها تنكشف أو خليتها مخفية لسنين طويلة فانتبه لإلها بهاي الفترة لأنه احتمال غلطة منك أنك تنكشف هاي الشغلة أو ائتمانك للناس على الاطلاع على أسرارك أو على أوراقك الشخصية أيضاً ممكن تكشف هذا الشيء فإذا ما بدك يا ينكشف بدك تكون منتبه لهاي الأمور والعاطفة تلقى دعم من العائلة وتعيش السعادة وغير المرتبطين الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب حبيبتي ميسون إحنا بهيك منكون وصلنا لنهاية فقرتنا ونهاية مشوارنا الصباح يعطيك العافية الله يعافيك حبيبتي بكرة بنفس الموعد منتابع وإحنا مستمعينا ومشاهدينا متمنى لكم بقي تنهار حلو وجيد نسبياً ديروا بالكم عحالكم واستنونا بكرة الساعة 10 ضمن صحصح على عمان تيفي وراديو رطانة صحصح 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 ماروتنا